السؤال الاخر هل فيه سلطة الاهل الزوجة على الزوجة اذ انتقلت الى بيت الزوجية او الى بيت زوجها اقول ياب تبقى المسألة منضبطة بضابط الصلة وضابط البر والرحمة لكن سألت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله من احق الناس بالرجل قال امه قال امه قالت ومن احق الناس بالمرأة قال زوجها قال زوجها فاذا انتقلت الزوجة من بيت ابيها الى بيت زوجها اصبح واجبا على الزوجة ان تطيع زوجها ليس معنى ذلك ان تعقى اباها ولا يجوز للزوج ايضا ان يكون سببا في ان تقع البنت في عقوق ابها بعد انتقال البنت من بيت ابها الى بيت الزوجية لان بعض اخواننا يريد ان يسقط مكانة والد الزوجة بالكلية بعد انتقال الى البيت هذا لا يجوز الزواج ليس لقطع الارحام وليس لتحقير وتمزيق هذه الاواصر والوشائج والعلائق اطلاقا وانما تبقى مكانة والد الزوجة محفوظة كريمة في موطنها الذي يرضي الله تبارك وتعالى ويجب على الزوجة ايضا ان تجعل الزوجها مكانة يرتضيها الله تبارك وتعالى اذا صامت المرأة اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من اي ابوابها شئتي فعلى الزوجة ان لا تفرط في حق والدها ولا في حق زوجها وعلى الزوج ان يعين زوجته على ان تكون بارة بوالدها وبارة بوالدتها وان تكون بارة به ايضا وانا تصور انه لا يوجد على الاطلاق زوجة عاقلة تتقل لها ترى زوجها يحسن الى اهلها ويبر اهلها ويكرم اهلها ثم هي تهين زوجها او تهين اهل زوجها اطلاقا اطلاقا لا يمكن ان تفعل وفية هذا الفعل لأنه لا يمكن أن يكون إلا من أهل اللؤم عافانا الله وإياكم من اللؤم وجعلنا وإياكم من أهل الوفاء فأنا أقول لا يجوز للزوج أن يمنع امرأته وأن تزور أهلها أبدا لا يجوز يا أخي حتى إن لم تذهب أنت ليس من حقك أن توقع امرأتك في قطيعة ليس من حقق أن توقع امرأتك في قطيعة يقول أخ طب يا شيخ البيت هناك في معاصي الله ما هو ده البيت اللي انت خدت الزوجة منه يا مولانا ما هو ده البيت اللي انت خدت الزوجة منه الوقت انت شايف المعاصة بزمان ما كانش المعاصة ظهر ليه طب حتى لو فيه معاصي لماذا لا تكون أنت سبب خير ومفتاح هدى وداعية رحمة لماذا لا تذكر هذا البيت وهو رحمك وهو صلتك لماذا لا تذكر أهل هذا البيت بأدب وحب وحكمة ورحمة وتواضع لماذا طب أنا فعلت ولم يستجيب خلاص أديت ما علي مش عاوز روح خلاص لا حرج علي تب هم نعي الزوجة لا ما تمنعهاش تب ربما تفتن في دينها تفتن في دينها اذهب أو اذهب معها لتزور أهلها ولترجع ولا تقع في قطيعة ولا تطيل الوقت إن خشيت وأن تصادق بالفعل لأن الناس تفتن في دينها لأن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمها وهي مشركة جاءت لتصلها فبتستفتي رسول الله فتقول أأصل أمي يا رسول الله وقد جاءت راغبة راغبة في الإسلام جائس راغبة في الصلة جائس راغبة في العطاء جائس كل هذا جائس كما قال الحفظ بن حجر فأصل أمي وقد جاءت راغبة ويوم الشركة فقال لها صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة فلابد من أن تصاحب المرأة أهلاب المعروف وأن يصاحب الرجل أهلاب المعروف ويبقى الأمر كما ذكرت في أول الجواب منضبطا بضابط الصلة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيحين من حديث أبي ريرة خلق الله الرحم لما فرغ الله من خلق الخلق أو خلق الله الرحم فلما فرغ الله من خلق الرحم طامت فتعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال لها جل وعلا أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى رضيت قال فذلك لك قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أسأل الله أن يجنبنا وياكم القطيعة وأن يجعلنا وياكم من أهل الصلة نهو لذلك والقادر ترجمة نانسي قنقر